تعتبر قرية سيوان ثاني أكبر تجمع سكاني بعد مقر البلدية أولاد عطية ورغم ذلك فإنها تفتقد لأي نوع من الجمعيات أو لجان أحياء مما صعب الكثير من الأمور من ناحية تمثيل القرية لدى السلطات المحلية أو الولائية خاصة في ظل حاجتها لمشاريع تنموية متعددة افتقار القرية لأي جمعية جعلها وكأنها قطيع بدون راع فأختلط الحابل بالنابل وأصبح الكل يغني على ليلاه في فوضى عارمة استمرار هذه الوضعية لا يخدم القرية في شيء بل ينتج تشققات وانقسامات في المجتمع خاصة عندما تطغل مصلحة الشخصية على مصلحة العامة واقع لا يبشر بالخير نتمنى أن لا يطول